احتمال كبير تخلص من هدول الاشخاص بطريقة من الطرق اما ينتقلوا لمكان ثاني او يبعدوا عنك في طاقة بعد بينك وبينهم او انهم هما رح يطلعوك من رأسهم خلاص مش قادرين عليك كمان في ناري وهوائي لكن الاكتر شي الترابي يبين بالاوراق لبرج العقرب حبايبي في زي تحذير من حواد السيارات السرعة في السيارة ان الشيك على سيارتنا منيح في احتمال ان نعمل حوادث بسيطة فدير بالك من التهور بالاسواقه بالفترات الجاي في وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب كنت عايش في اوهام معينة لكن بالاخير عم بتكون انت الملك والامور زي ما قلت من قبل كمان الكروت عم تتكرر انه انت رح تكون عندك بصيرة اكتر في اللي حواليك وفي الامور فعم بتكون اكتر متحكم في الموضوع وعم بتودي لصالحك بكل حكمة وبكل قوة من ناحيتك بالنسبة للاشخاص اللي بيدرسوا في خبرية حلوة في النهاية رح توصل لها لكن في جهد مبين كبير من برج العقرب واكنه دراسة وبس ما عندهم وقت لتضيع الوقت مبين عندي انه في تركيز كبير بشهر سبعة وفي دراسة من ناحيتهم واكنهم خلاص حاطين في هدف معين انهم يوصلوا له وعم يوصلوا له في خبريات حلوة ممكن تكون للي بدرسوا دراسات عليا خلنشوف اذا فيه سفر للناس اللي بستنوا السفر اذا فيه ممكن بالمستقبل احتمالية كبيرة بالاشهر الجاي قبل نهاية السنة لكن في شهر تموز عم بتكونوا عم تنتظروا هذا الخبر للي مستنيين تغيير ممكن يكون فيه تغيير كمان مسكن لبرج العقرب عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد ممكن هذا الاشي يكون مسكن وممكن يكون بغير طريقة تفسروها فيه شخص واقف يعني مش راضي عن هذا السفر عم بيحاول يعرق الامور لكن الامور في النهاية عم بتروح للمسار الصحيح ورح يكون فيه سفر بالاشهر الجاي فبحكيلك ما تتعب عندك اوجاع فيه الرأس ممكن شقيقة ما بعرف فيه الرأس او الرقبة فيه فيه موضوع مقرقكم ممكن يكون عاطفي هذا الاشي فهذا كل اشي بالنسبة للدرس والعمل كمان للسفر بس شايفي فيه رغبة كبيرة بالسفر لبرج العقرب هذا الشهر وكأنه عم بهربوا من مكان لمكان عم بهربوا من متاعب ومن قلة المادة او قلة المال في المكان اللي هم فيه عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقه ممكن خلينا نشوف العلاقات العاطفية نشوف اول اشي للعزاب حبايبي اذا مستنيين فرصة برج العقرب نشوف اذا فيه زواج او حب او بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا ابدا في حياتهم بالنسبة لطاقتك انت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك يعني وكأنك يعني مليت من الاشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم اشي اولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها اذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية عم تروح للواقع اكتر بالنسبة لطاقتك انت فيه فيه رزقة فيه مال في الموضوع فيه ابراج بيانات هوائية ابراج ترابية لكن اكتر شي حتى اوكي ترابية ومائية وهوائية لكن اكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الابراج لكن على الاغلب ممكن يكون ترابي بالمرتب الاولى او ناري هذا الشخص اللي جاي فيه طريقك انت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب وكأنك ماخد استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلاص بتحكي لحالك حتى لو اجي شخص جديد فما يعني ما حيزبط هيك طاقة التشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة فترة شهر تموث لكن فيه فيه شخص لكن بيميل اكتر للصداقة ممكن تتبلش صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا عبارة عن الصديق لكن تفكيره عم بيكون اكتر بتغير لكن هذا الشخص يبين انه ما كنت تعرفه رح يكون شخص جديد مية بالمية برضو بيانات الابراج الدرابية والهوائية ممكن نارية والنار يبغلب في هاي الاوراق اذا للعزاب فيه شخص حيزهر بشهر تموث ان شاء الله لكن ما حتكون اولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة اول شي تبلش بناتكم اذا على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك او يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض ابل هيك كمان زيك تماما يعني انتو بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانه ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة فهو بشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد هدايا في وفرة مالية عنده او ممكن انت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في امورك هذا الشخص او ممكن يساعدك في البيزنس تبعك لكنه هو في عنده نية انه ينشئ علاقة فحيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فانت اذا حابب انك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن انا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لانك مش مصدق رح تكون كل الاشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب عم تتسرع بالحكم على الاشخاص فانا بقولك اعطي فرصة لكل الاشخاص في فرص احيانا احنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب عم بيكون في معل جاي بالطريق عن طريق شغلك انت او شغل الشريك في ربح من نوع معين او استثمار عم بتلاقي يعني نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع اذا المادة بتغلب على اكتر تفكيركم اه في شوية اه مشاكل اه يمكن متعلقة في اه اكتر في الاولاد اه مش متفقين على اه وجهة نظر معينة وكأنه انتو مختلفين اه دائما او بتجاكروا بعض او مش عارفة اه في طاقة مش مضبوطة اللي هي كل واحد حاب بياخد اجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعود لكن ما في طلاق بعود ورجع وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بخوف اه عم بشوفك بتمسك زمام الامور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك اياها بارادته اه عم بيسلمك كل الفلوس اللي اه معاه اول باول وهذا احسن اه للك لانه انت عندك ادارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج اه العقرب انهم يديروا امور المنزل خاصة المادية فاكتر و lists ام بينه عندي في طاقة بعد day للمتزوجين خلينينا نشوف بالنسبة للاشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب شوف شو الورق ممكن لكون بالنسبة للمرتبطين أنتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحواليه لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وانت نفس الشي يعني انتو تتنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهي زابط اللي هي عم يدد أهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحياناً بس انت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعض وهي الثالثة في في علاقة ثلاثية في الموضوع لكن بيبين أنه عم بيلعب عليهم أو أنه هيك يعني بيجوا بيروحوا في حياته لكن مرجوعوا إلك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنه ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون فيه رجوع إلك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتوا عم تبعدوا وتقربوا وتبعدوا وتقربوا ولكن شايفي فيه فيه استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات فيه ناس بيقبلوا بيقبلوا أنه يكون فيه علاقة ثلاثية أهم شيء يكون الشريك معانا فيه ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك فالأمور بتهيأ لي إيجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا الرجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من أشهر مثلا تاركيين من أسبيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع إذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف إذن للمطلقين ولا المنفصلين من برش العقرب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة